السلام عليكم اخواتي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير والصحة والسلام يا رب يوم ان شاء الله نشوف مع بعدي ده واحد جوشيوات رائعين طاجين ديال السوسيس اولى النقانق وطاجين ديال زهرة القرنبيط اولى الشفلور كل واحده كيف تسميه اولى الزهرة كيجيو جوش تواجن رائعين ساهلين اقتصاديين سريعين ما فيهمش بزاف ديال وقت ممكن اخواني اخواتي طيبوهم غير في مقلات يعني اللي ما بتوفرش على الطاجين ممكن طيبهم غير في مقلات ولكن لده ديال الطاجين ديال طين كتبقى رائع وكيجي لديد في طيب طيب بسم الله علي برأك يلاひرعين بالشهيوه الاولى ieli انحظروا الطاجين الاول هي الطاجين ديالالشفلور اولى الزهرة القرنبيط ا اشترك الطاجين انضف فيه هنا البصل هنا عندي الزيتlle فيها التحمراء اولى البابريكا. كان خدمها المسمن اخواني اخواتي اخواتي وفي نفس الوقت كانى نحضر بها الشهيواتاللي تكون فيهمه هي تحمراءhecho هذه كتبقى فكرة بالنسبةى الاخوات اللي كيخلطوا الزيت باشك ستوتوا المسمن نضيفه كما اشتروني بزار نضيفه كما اشتروني بزار نضيفه كما اشتروني بزار نضيفه كما اشتروني يضيفه القياس كما اشتروني بزار هنا نضيفه جلق نضيف القرنبيط نضيف القرنبيط نصف السلق نضيف القصبر والمعدنوس نضيف القصبر والمعدنوس نضيف القصبر والمعدنوس نضيف القصبر والمعدنوس نضيف القرنبيط نضيف القرنبيط نضيف القرنبيط نضيف المعدنس نضيف القطاع نضيف القطاع نقطع مضيك نقطع أبلاً طاجين قديم من التواجن الأسيليين نغطي على طاجين 10 دقيق نغطي على طاجين 10 دقيق نغطي على طاجين 10 دقيق نضيف طاجين 100 دقيق نغطي على طاجين 10 دقيق نضيف طاجين 11 دقيق تبقى قابطة لنا السخونية أو للحرارة وكتبز على الطاجين من بعد ما كسرنا البيض سوف تدري ثلاثة ربعة على حسب الكمية سوف نغطيه على الطاجين ونجعل الطاجين يطيب على الحرارة ونطيب لنا البيض ونقدمه الطاجين الطاجين يجب أن تقدم سخون ولا دافئ لا تريد أن تقدم بارد و هذا الطاجين يجب أن ترى المثال يجب أن يجب أن ترى السخوني ونضيف الرشاة المعدنوس ونجب أن تأخذ المعدنوس يجب أن تقصر المعدنوس في الوسط و هذا هو الطاجين نقدمه الطاجين مع الحرارة ومع الحسوة تقفض مرافق المعدنوس يمكن أن نضح وصفة ووجبة الصحور يجي رائع و يجي ليد وخفيف بالطبيعة نحن سلقناه يعني مسلق بالحامض و بالكامون و بورق سيدنا موسى و بالقصبر مطحون يعني بحبوب الكصبرة فهو يجي ليد و يجي رائع و تفطيب رح ندير في القصبر حبوب وهذه الشيوة ديالتنا كيف ما ستشوفه يجي رائع ما شاء الله أتمنى أنه يعجبكم إخواني أخواتي و ما تنسونيش من لايك الله جزيكم بخير و غير مروا إن شاء الله الطاجين ثاني بالنسبة للطاجين الثاني كيف ما تشوفه ندروا ديال السوسس أو النقانق كيف ما تشوفه عندنا كمية ديال السوسس و ديال النقانق كان لاخدوا الطاجين بطبيعة الحل تنضيفوا فيه هنا البصل اللي احنا قطعناه مكعبات كيف ما تشوفوا على هالطريقة غادي نضيفوا الفلافيل اللي أنا مخزناها في المجمد قطعها مكعبات كيف ما دائما نقول لكم إخواني أخواتي بالنسبة للخوضة اللي تكون يعني مجمدة ولا مكونجلية في المجمد ولا مخزنة في المجمد فمجرد ما تجيبوها فانتم ما كتطيبوها ما تدخلوها شمودة حتى أطلق لكم منتج كنضيفوا هنا كيف ما شتو الزيت و هادي نحطوا الطاجين ديالنا فوق النار هنا حتت الطاجين فوق النار حتى يتشحر ليا وغتانا مثل يعني اخي الوقت أو لا استغلت الوقت انني نقطع هادي السوسس كما تشوفوا على ها الطريقة بغيتوا تقطعوه ما بغيتوش تقطعوه يعني كي لكم الاختيار انا شخصيا كان فضل انني نقطعوك باش جي على حسب كما نقول الضغمة سوف نقطع السوسس هاكا على ها الطريقة وهذا هو الطاجين ديالنا ما شاء الله من بعد ما تشحرت لنا الخضر فحنا نزول الغطاء كي مجتم سوف نحركوا هادي الخضر مع بعض اياتهم رغم ما تشحروا لنا ما شاء الله خليتهم تقريبين خمسة من بعد ما نخلطوا الخضر اللي هي الفلافيل مع البصل فنضيفوا هنا التوابيل بالنسبة للتوابيل اخواني اخواتي فنضفت هنا راس معلقة التومة ممكن نضيفوا فص الصغير لان التومة عندي انا خزنها في الزيت في الثلاجة وقسم بغيتها فهكا كي بقو من بين الأشياء اللي كتسهل لنا العمل داخل المطبخ هنا غضي نضيفوا التوابيل عندي هنا راس معلقة البزار اولى الفلفل الاسود راس معلقة تحميرا اولى البابريكا هنا عدنا الزنجبيل اولى سكينجبير حتى هو راس معلقة راس معلقة القرفة تجي رائعة في هاد الطاجير والكركم بطبيحة حتى هو راس معلقة هذا القصبر حبوب اولى حبوب الكصبرة هنا اخواني اخواتي كان طيب باب السافة هذا القصبر حبوب اولى حبوب الكصبرة فهي رائعة في الطياب سوف نخلط طاجين مع التوابيل حتى ندامج لنا العطرية والتوابيل مع البصلة سوف نغطوه ونخلوه 5 دقائق هنا اخواني اخواتي من بعد ما مرت خمسة دقائق الخضر دي النار هات شحرات دائما كما تقول لكم طاجين نار مهيلة لا تقوم بطاجين نار مرتابعة اضفت هنا جوج حباس الطماطم اللي انا طحنتهم على هالطريقة سوف نضيف واحد جوج معالق الماء غير الماء اللي طحنت فيها سوف نضيفها غير جوج معالق لانا انا مريح ان نضيف الماء في الطواجين كما تعرفوا في الطاجين حتى يتلقى الماء وإلا انتم لم تضيفت له الماء فهو كيف يفيد لكم طاجين لانتو ما شاهدوا طاجين فانتو ما شاهدوا في الاخير فانتو ما شاهدوا طاجين دي الكم ما يفيدش اشنو تديره صافي كما شاهدوا من بعد ما خلطت المكونات فانا بده نضيفه في الحباس عفوا نضيف جوج معالق صغار طماطم مصبارة هنا من بعد ممرات مصبارة خلط المكونات مصبارة شرمولة الشكشوكة الفلافيل وماطيشة سوف نضيفه نضيف نضيف ملحة ملحة لا تكتر الملحة لأن النقانق يكون مالحة نضيف ملحة ملحة نضيف ملحة ملحة نتمنى اخواني اخواني احتاج الفيديو تاوي ناريدا لكم ويلا اعجبكم بحل الشهيوات اللي دائما تقدم لكم اختكم امو حمزة لا تنسوا لايك الله يجلزكم بخير زوروا صندوق الوصف و تلقوا المكاملين اشتغلت بمديل عالطواجن و تلقوا بعض الطواجن الاقتصادين و الشهيوات المغربين الرائية الاقتصادية و كما دائما اعودتكم على الطواجنات اللي يكونون اقتصادين و الشهيوات الاقتصادية سوف تلقون ان شاء الله في صندوق الوصف من بعد ما ضفت الكيمية دي الصوصيس اللي عندي سوف نضيف هنا القصبر و المعدنوس رشة دي القصبر و المعدنوس في الوجه سوف نضيف هنا الزيتون و الحامض زيتون اخواني اخواتي انا كنستعمل زيتون البلدي اللي مصبر في المنزل بطبيع الحال و لكتو نستعمل زيتون اللي يتشراء من المحلات ولا منعد باقي الزيتون فانتو ما سلقوه نصف السلق يعني سلقوه في الماء و صفوه من الماء و حدا بشي طيبه لانك تكون فيه كمية دي الصودة اما بالنسبة لهذا دي المنزل فحنا كنكونوا يعني مصبرين و مرقدين و غير في الماء و الملح كيف ما كتشوفوا انا من بعد ما درت هنا حبات دي الزيتون درت قرن دي الفلفل كيبقى اختياري هنا عندي حامضة نص حامضة درت نص حامضة حامضة مصير يعني مرقد على الطريقة المغربية ستبقى لكم ان شاء الله في صندوق الوصف سوف ينسى الدولي و نجعله نار مهيلة اخواني اخواتي بحل دائما نقوله لكم حتى الطيب على خاطره و ياخد وقته في الطياب هنا بالنسبة للطاجين اخواني اخواتي حامر ماء فكيف ما تشوفوا الازد دي سلي فهو غير يفيد لها من الجوانب فهنا نقول لكم الطريقة كيفاش تدير واحد المعالقة على هاتشكل كتغرسوا معالقة في الججنب ديال الطاجين و كتخليوا الطاجين محلول من الجوانب باش انشف ليكم واحد شوية مجرد ما تشوفوا الطاجين ديالكم تشوف و مبقاش تيف تيفيد فانتوا ما كتزولوا المعالقة و كتعاودوا ترجعوا له الغطاء و تخليوا هاي طيب كي ماشتوا الس Howlis و هذا هو الطاجين محلول ديالنا منابقي اخواتي وباقي الطيب محافظ على ذيك الحرارة دياله وباقي تغلل لنا ما شاء الله تمنى اخواني اخواتي حتى هذا الشيوة تعجبكم كما سبق لديكم قدموها في الفطور ولا في الصحور خليت لكم الراحة اخواني اخواتي في امان الله وفيديو قادم إن شاء الله شيوة اختكم ام حمزة وهذا هو الطاجين ما شاء الله ديالنا سنقدمو انا إن شاء الله صوبصو شيوة الفطور مع الشلدة بطبيعة الحال الشلدة أنا غاد ينحط لكم في فيديو اخر إن شاء الله لنعاد الفيديو خليت لكم هذا الفيديو بيش يكون فيه جوش الشيوة يعني جوش الشيوة يعني جوش طواجن هكا كيبقوا كاقتراح تقدموهم سواء الفطور او لا للصحور كيفما تشوفوا الطاجين ديالنا من بعد وخد زولناها من فوق النار فهو بقى محافظ لنا لديك الحرارة ديالو كيبقى تغلى هاد جوش الشيوة إن شاء الله غنصوبهم لكم فيديو الماجي إن شاء الله صافيا كيما كتشفوا دول خبز ديالنا ما شاء الله الخبز المغربي أنا درته بالقمح الكامل والخمير البلدي غتلقوا إن شاء الله في صندوق لوس فأنا نخدمتو معكم في كذا فيديو ونخلي لكم في فيديو الوحده بوحدته اللي باغي صوب هاد الخبز فهو كيجي رائع وكيجي صحي وكيجي لديد هنخلي لكم إن شاء الله في صندوق لوس ويحسوه بطبيعة الحال حساء المغربية ديال الشعير وخلي لكم مراحة إخواني أخواتي في أمن له وفيديو قاعدة من شاء الله في شيوة مشيوة أختكم أمو حمزة وما تنسوني شمال لايك اشتركوا في القناة